اليومان الماضيين شهدها غضبا مغربيا كبيرا. من برنامج تلفزيوني جزائري. عرض شخصية الملك محمد السادس على شكل دمية بشرية. استضاف البرنامج أيضا النائب البلماني سليمان سعداوي. عن حزب جمهة التحرير الوطني الحاكم سابقا. والنائب سمير شعبنا. البرنامج هو ويكند ستوري. أو قصة عطلة نهاية الأسبوع. الذي يعرض على شاشة قناة الشروق الخاصة. وهو برنامج كاريكوتر ساخر يتناول مواضيع سياسية في الغالب. وكثيرا ما يجسد شخصية سياسية. مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن. الذي ظهر في البرنامج. والرئيس الفرنسي إمانويل مكغور. برنامج ويكند ستوري يشبه البرنامج الفرنسي. لغنيول دولانفو أي دم الأخبار. وهو برنامج يحاكي نشاط الأخبار والأحداث اليومية بطريقة ساخرة. ويعرض صورا كاريكوترية لشخصيات من المجتمع الفرنسي. وكذلك الدولي. في جزء من البرنامج. يمد الممثل. الذي يرتدي قناعا على شكل رأس الملك المغربي. يمد يده للنائب سليمان سعداوي. فيقول له النائب. نحن لا نقبل الأياد في الجزائر. اليوم ضيفنا كيد راكم عرفتوه. راكم تشوفوا فيه. دان. سليمان. احنا عدنا كورونا من خمسوش. هذا شكورون بعد. من خمسوش كورونا. واخو ما عرفتنيش. أنا ماشي شيخان الملك ديال المغربي. فسانسا ماكش معدوم معدود في القرآن. واخو ما كتبوسوش ليدين توما. احنا من بوسوش ليدين. احنا نسجده غير ربي. سبحاني وانا ملك الأمير المؤمنين. على روحك. تناول البرنامج بجزء آخر قضية الصحراء الغربية. وكذلك التطبيع مع إسرائيل نتابع. تراف راح بصح تويتا. ترامب در تويتا. وخانيش تتويتا في تويتر. وقالب اللي صحراء ديال يا ناديا المغربي. ولكن ما بقتش. راح تويتا دك. أنا عيوني. دبي عيوني جمعت الاتحاد الأفريقي وجمعت الاتحاد الأوروبي. غلقتوا علي جميع البواب. قلتوا حتى لي يتعدى على جار أفريقي. دبي تضربوه بالسلاح. كانت يجب دعلينا السلاح. هذا البرنامج لحب الأجواء بين المغاربة والجزائريين. خاصة وأن الدستور المغربي اعتبروا الملك أميرا للمؤمنين ورمزا لوحدة الأمة. وعلى وسائل التواصل طالب مغاربة بقطع العلاقات مع الجزائر وسدعاء السفير الجزائري في المغرب. وكانت هناك تعليقات كثيرة. هنا حفيظ عدوان يقول كمغاربة. ننتظر ردا قويا من الحكومة بقطع العلاقة أو خروج المسؤولين في الجزائر. للاعتذار ومعاقبة المسؤولين عن الإهانة لجلالة الملك. هنا رشيد المغربي الأندلسي. يقول الأندلسي. الإعلام الحقيقي يناقش القضايا العالقة بمهنية واحترافية. بعيدا عن أساليب الهمز واللمز والسخرية. لأنها أساليب الضعفاء وتعكس مستوى أصحابها. فريد صوابنا. ملك المغرب ليس ربا يعبد. حتى الملك سلمان وهينا في الملاعب الجزائرية. شعوب تعيش تحت خط الفقر وتدافع عن ما جعلها تعيش هذا الجحيم. عبد المالك له هذه التدوينة يقول فيها. هذه القناة لا تمثل إلا نفسها. نحن نحترم الشعب المغربي. ونحترم كذلك الملك محمد السادس. أما قضية الصحراء الغربية فهذه قضية سياسية. ومهما كان الاختلاف في بعض الأمور فالاحترام واجب. يحيى أكرم يقول يجب على الشعبين التحلي بالحكمة. لا بشعبوية والاندفاع بدون أدنى تفكير. لا القناة تمثل رأي الشعب الجزائري. ولا ذباب المخزن يمثل رأي الشعب المغربي. المخزن هو الحكومة في اللهجة الدارجة المغربية. شخصيات وأحزاب سياسية مغربية كثيرة أدانت ما وصفتها بالسخرية من شخصية الملك. مثل حزب تجمع الوطني الأحرار المشارك في الحكومة. جاء في بيان له يقول من المقبول أن يعبر النظام الجزائري عن مواقفه تجاه قضايا تعنيه. لكن أن يصل به الحقد إلى مستوى متدن ليسخر الآلة الإعلامية للإساءة إلى شخص جلالة الملك. فهذا أمر لا يمكن للحزب السكوت عنه. لكن ننظر المشاهدين حتى الآن بيان رسمي من أي جهة حكومية أو قناة الشروق. الخلافات الجزائرية المغربية قديمة. خاصة بما يخص الصحراء الغربية. لكنها أخلت طابعا مختلفا بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ومستجدات التطبيع بين المغرب وإسرائيل. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها. ترجمة نانسي قنقر